انبارح كان معانا فعالية مهمة جدا وهي سباء الهجن والحياة كل الناس كانت مبسوطة يعني اللي مشاركين كمان في السباء واحنا كمتابعين طبعا للحدث كنا مبسوطين بوجود فكرة زي كده وهي لأول مرة تتعامل في النسخة التالية لمهرجان العالمين ليه إدارة المهرجان كانت حريصة على وجود فعالية السباء وسباء الهجن في مهرجان العالمين هقولك انت بتعمل فعاليات رياضية بمختلف أنواح واحد من النقط المهمة اللي بتميز أي بلد بتعمل لها هوية أو ايدانتيتي في أي حتة احنا حتى بنسافرها ان انت بتلاقي عندهم مورثات معينة انت لما بتتفرج عليها برا بتوقف ايه ده بتشوف الله ايه ده الجمال ده الحلقة دي بتوقف تصورها ده أنا شفته بالزبط بالحرف مبارح مع الجنسيات الغربية يعني كل الأجانب اللي كانوا موجودين مبارح هم بالنسبة لهم بشكل الجمال احنا ممكن نكون معتدين عليه لأن ده مورث عندنا بنشوفه عادي انت بتبقاملش في الشارع وبعادي الجمال ده حواليك لكن هم بالنسبة لهم هم بيشوفوش ده هو ده بالنسبة لهم حاجة من الحاجات الكولتشر أو حاجات ثقافية اللي بالنسبة لهم هي هوية المكان اللي هم موجودين فيه فبقى وقفين يصوروا وفرحانين وابسوطين جدا لما تدعبس بقى وتصورش شوية حوالين سباق الهجن هتلاقي يعني أنا لقيت صورة مرسومة لسباق الهجن مصري بتاريخ 1878 تدور والدعب الشوية هتلاقي أن أول سباق الهجن اتعمل في شمال سينة 1988 كان تحت إشراف مسؤولي مركز شباب بقر العبد في منطقة اسمها الرواق وبعد كده بقى فيه قبائل كتيرة في سينة والحوايطات والعزازمة وأكتر من قبيلة من قبائل سينة بقوا مشهورين بقى ومتخصين في موضوع الهجن فهو ربط ما بين المورثات الثقافية الجميلة الحلوة اللي موجودة عندك اللي أنت بتبين بيها هوية المنطقة العربية مش بس هوية مصر وبتربطها يعني أنا أكتر مشهد مبارح لفت نظري وبقيت مستمتع بي جدا أن أنا شايف السباء بتاع الهجن جمال وفي ظهرهم الأبراج اللي أنت شايفها دي فأنت طول الوقت إحنا كنا بنوعنا تغنى إحنا أصحاب حضارة 7000 سنة إحنا وده طبعا أكيد وموجود طب الجديد عملنا إيه فأنت شايف أنت في كدر واحد شايف القديم الجمال اللي هي بترمز عن الهوية الثقافية بتاعتك كوطن عربي وكمصر وفي وراها الحداثة وراها اللي أنت عمله دلوقتي عمل إزاي اللي أنت بتواكب به أحدث المستوات العالمية بجد مش مجرد كلام من خدمة كواليتي لكل حاجة كانت صورة حلوة الحقيقة أمبرح وهم بيتصوروا خلف الأبراج وهم نفسهم الحقيقة كانوا مبسوطين موسيقى موسيقى